طيب نكملين مع حضراتكم واخبار نادي زمالك بقى يمكن طبعا تكلمنا على النادي الاهلي وانضمام امام عشور وبعض الامور اللي بتحدث داخل النادي الاهلي نادي زمالك واستقرار سوريو على اللعبين الراحلين حقيقة مين يعني فيه كم كبير جدا من الاسماء كانت موجودة الفترة اللي فاتت بناء على صفقات جت وما نجحتش وما نجحتش وايضا اللعبين مش في المستوى المطلوب منها لكن الحيرة هنا كله وحش يعني او اغلبهم يعني مش في حالته فهتختار مين ولا مين فالراجل اللي يكون في عونه ولكن حط ايديه على بعض اللعبين اللي ممكن مش هيحتاجهم السنة اللي جاية بداية من عبدالله جمع بسبب الاصابات الكتير اللي كانت في الفترة اللي فاتت بالنسباله سامسون اكنولا ايضا للتواضع المستوى الفني والبدني احمد بالحاج بسبب عدم الانسجام في الفترة اللي كان فيها او جيه فيها مع الفريق ايضا محمود شبانة لعدم اقتناع الراجل نفسه بمستوى الفني بجانب يعني محمد عبدالشافي لان محمد عبدالشافي اخد قراره بالاعتزال خلاص دول لغاية دلوقتي قايمة اولية لسه القوص مفتوح لعدد من اللعبين ممكن يمشوا من نات زمانك لكن مين اللي هيجي هي دي بقى نقطة مين اللي هيكون موجود يقدر يقوم الفريق مع اللعبة اللي هيفضله من الموسم اللي احنا فيه او اللي انتهينا منه بما ان نات زمانك خلاص انهى الموسم بتاعه من خلال مبارياته وبالتالي برضو يعني الراجل طالب بسرعة تدعيم مركز حلسة المرمى وقلب الدفاع وخط الوسط بجانب طبعا مهاجم صريح في الفترة القادمة ده بالنسبة ليه اللعبين الراحلين والقايمة الاولية للعبين الراحلين طيب ايضا كان فيه خبر كنا قلناه قبل كده ولكن الخبر انه هو ان غزل المحلة يعني خبطت للقسم التاني اللعبين كلهم بيمشوا بيتم عرض اللعبين اللي غزل المحلة او من خلال وكلاء اللعبين على الاندية اللي موجودة في الدول منهم حلس مرمى غزل المحلة تم عرضه على نات زمانك مرة اخرى احمد ميهوب والراجل برضو بيرفض اللعب واضح ان فيه اصرار في فكرة احمد ايوب احمد ميهوب انا اسف احمد ميهوب فيه تواجده في نات زمانك من خلال سماصرة متواجدين فيه الفترة اللي فاتت بقى طبعا خلي بالكم دلوقتي فيه هنقول شورت او حاجة حصلت داخل نات زمانك ان كل عارف ان النات زمانك محتاج لعيب فهتلاقي بقى اللي بيشتغل في الاريا دي او المكان ده اللي هو الايجنت وشركات التسويق وشركات ووكلاء اللعبين هتلاقيهم بقى موجودين جوه نات زمانك دلوقتي بيحاولوا يقنعوا النادي والفنيين اللي هناك باللعبين اللي عندهم كم بقى هتكون غير طبيعي ولكن المهم بقى يتم اختيار اللعيب المناسب واللعيب اللي يفدي النادي ده الفترة اللي جايها اكيد جوه نات زمانك بسبب طبعا حاجة نات زمانك لعدد كبير من اللعبين طيب بالنسبة ليه انهاء الاعارات لبعض اللعبين لنات زمانك وعودتهم مرة اخرى اوباما محمود علاء اوباما خلاص رجع ايضا ايه لو شفناه كمان في مباراة الزمانك لو تتذكروا كده كان متواجد بيساند زمانك والاهل كان بيساند فريقه وايضا محمود علاء بيعود ايضا من اعارته من الاتحاد هيكونوا موجودين يوم السبت القاتل ايضا هناك صفقة تبادلية ما بين الزمانك وافاركو عمر جابر هتجه الى فاركو ومحمود حمادة هتجه الى نادي الزمانك في صفقة تبادلية موجودة ما بين الفريقين خلاص يعني بعض الرطوش الاخيرة لهذه الصفقة في نفس الوقت نادي الزمالك تفكيره في الصفقات القادمة منصب في نقطة انك انت الجانب المادي عندك مش قوي ومش موجود وبتعاني من الجانب المادي فالتفكير هيكون في انك تبص دايما على الصفقات او اللاعبين اللي هم فري اللي هم مثلا ماشيين من ناديهم فري فمش هتدفع فلوس للنادي واللاعب فلو هتدفع لللاعب بس دا التفكير عن نادي زمالك في الفترة القادمة وفي نفس الوقت بتحاول تسدد الغرامة الخاصة لنادي سبورت انجليش بونا عشان لما تجيب صفقات تقدر تأييدها عشان ما تقعش في نفس المشكلة اللي حصلت فقط من اوقات في وقف القد بنسبالك وجبت لعيبة ولقيت نفسك بتستغنى عنهم زي عمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة في التوقيت دا لو تتذكروا طيب دا بالنسبة للشعار الخاص بناتزمك في الفترة القادمة واللعبين الفري في الفترة القادمة بالنسبة لين